المرة أكيد لها كتير من العناصر لكن سرطان الثادي أعتقد طبعا كان لأنه كان بيمثل نسبة مش قليلة وده كان منعكس على اهتمام الدولة بالقصة دي بزبط إيه تاني المحاور اللي ممكن بنتكلموا فيها دكتور؟ نحن نتكلم التخشيص المبكر اللي أعقبه مباشرة في التفكير طب أنت لما تشخص مبكر والسيدات بولك طب فين العلاج اللي هي بقية المنظومة أنت الجزء تشخصته هتعالجه إزاي هتعالجه زي ما كنت بتعالجه ولا هتطور أساليب العلاج بحيث أنها هي زي ما الطموح كان مفتوح لازم السيدات تتشخص في مرحلة مبكرة زي الدول الغربية إحنا كمان الطموح بقى مفتوح بمبركة صريحة ووضحة من السيد الرئيس الجمهورية أن العلاج لازم يكون زي الدول العظمة بمعنى بمعنى اللي حضرتك فهمت بالزبط لازم يبقى أفضل أنواع جراح وأفضل أنواع أدوية مهما كانت مكلفة بأفضل تدريب طبي بأفضل إمكانية للتشخيص الأنسجة تطوير كامل لمنظومة تخص العلاج إحنا عندنا منظورة ما تخص التشخيص بنتورها وبدأنا بها ودي كانت الجزء الرئيسي التشخيص المبكر لأن دي كانت جزء في منطقة الأهمية أنت ممكن بالتشخيص المبكر تزيد نسبة الشفاء حتى لو أمكانيات العلاج ضعيفة تبيني يا دكتور إحنا لسه منظومة التأمين الصحي الشامل ما عممتش على مصر بالكامل لو دلوقتي صادف أن أنا عندي سيدة غير مقتدرة ماليا ومحتاجة لهذا الكام والعلاجات اللي هي المكلفة اللي حاجة تكلم عليها مدى مساهمة الدولة إيه ومدى مساهمة المريضة مدى مساهمة الدولة 100% يعني هي مجانة الألاج مجاني تشخيص مجانا الألاج مجانا المتابع مجانا كل اللي بتتعمل مهما كانت صعوبة الجراحة اللي بتتعمل أو أنها جراحة متقدمة جدا ومكلفة جدا الدولة بتتحمل كل ده الألاج دار تحمله بالقطع دار تحمل كل ما تقولي يا دكتور الناس برضو عندها عقيدة وثقافة سابقة أنه لازم يكون في وسطة أنه لازم حد يتكلم الكلام ده كله على أرض الواقع الكلام ده إيه صحيح الأرض الواقع أنا عايز أدعو حضرتك والتيم بتاعك في أي وقت تعالوا شوفوا إحنا البرنامج بتنفذ إزاي اللي أنت بتقوله هو يكاد يكون عقيدة رسخة في مجالات كتير المعاملة مع الدولة لابد أنك أنت يبقى عندك واسطة بس إحنا البرنامج ساحة المرأة هو برنامج إحنا إحنا أكبر في الوقت الحالي أكبر برنامج قومي لساحة المرأة في العالم ترجمة نانسي قنقر